سيبك من فكرة ان الكلام ده اتقال هزار لان ما فيش حاجة اسمها الهزار في الكلام ده وفكرة ان انت بالطالب نادي يتحصن بالقرآن وده طبيعي جدا انت هنا بتشير لاشياء سلبية عند النادي الاهلي ربما تتكلم عن الحظ ربما تتكلم عن الاصابات ربما تتكلم عن السحر والشعوزة اللي احنا سردنا ليه قبل كده فقرات وفقرات من الخمسينيات كانت بتستدع ان العيب ينادي الزمالك لما يروحوا يلعبوا في التيتش ما يغيروش في غرف الملابس وبرده يتغلبوا ويرجعوا ان كان بعض المدرين الفنيين اجانب يطلعت حدثوا بعد الهزيمة بسلسية امام النادي الاهلي ان كمية البخور اللي كانت في غرفة خلع الملابس خنقت اللعيبة ما خلتش عندهم نفس داخل المباراة فمش هنروح للسكة دي ولكن احنا هنرفض الهزار تماما انت قلت ان في مباراة نهائي دورة ابطال افريقيا اصابت بعض اللعيبة من نادي الزمالك بفيروس كورونا ده انت بنفسك اعلنت ان فيه لعب قبل دول من النادي الاهلي وكان له وما زال له ثقله ده كان لعب اساسي ومحور الفريق والوقت ده كان حمدي فتحي راجع لسه من الاصابة وكان قليو ديانج ما شاء الله الوحش بتاع نص الملع وكانت ضربة مؤلمة وقوية مع صالح جمعة وكابتن وليد سليمان اللي بيجيد التعامل في مباراة نادي الزمالك واعتقد جمهير نادي الزمالك اتعارفه يعني ايه كلمة وليد سليمان في مباراة قمة حتى لو طول الموسم مش في حالته في مباراة القمة ووليد سليمان موجود دايما ومع ذلك راح ميده للقصة دي ميده اللي هو اساسا في كل الظروف بقا اللي واجه فيها النادي الاهلي رصيده ايه زيرو رصيده صفر ف printers في كل المواجهات اللي واجه فيها النادي الاهلي تحت اي بند تحت اي مسمى ده رنسيد ميده قدام النادي الاهلي صفر خمس هزاين الآهلي والمقصة كان مدير فن المقصة اتنين صفر للآهلي الآهلي ودي دجلة أربعة واحد للآهلي الآهلي ودي دجلة تاني وحد صفر للآهلي الآهلي والزمالك مرتين اتنين صفر للآهلي سواء 2016 أو 2014 وحد صفر يعني إيه رصيد ميدو أمام النادي الآهلي في كل الظروف اللي لقى فيها ميدو رصيده صفر عشان كده أنا ممكن أتفهم أن ميدو عنده أزمة كبيرة جدا تجاه النادي الآهلي ممكن تكون مؤثرة على رأيه لو خدنا رأيه ده كحاجة استثنائية لكن الحقيقة لا ميرو عارف كويس وبيعمل ايه ميرو عنده أجندة واضحة وصريحة لخدمة نادي الزمالك في أي موقع وأي مكان والإضرار بالنادي الآهلي وأفكار والصورة الزهنية للنادي الآهلي في أي مكان وأي موقع عشان كده كلام الهزار ده مش هناخد منه على الإطلاق وبما أنك كنت بتتكلم في الخليج وفي طبعا الدولة المملكة العربية السعودية اللي بنوكني لها التقدير والاحترام ده اسمه هناك عندهم مزاح ورمي رماح معروفة وواضحة فإحنا مش هناخد من قصة الهزار اللي أنت تكلمت فيه يا أم أجيب لك كابسة طبعا بص الكلام بالنسبة لي جماعة أنا هنا عندي رأي واضح وصريحة جوا بقى أصلي ميدو مش مركز في كلامه مش مصح صح لكلامه كل الكلام ده أنا هنا لا أفترضه تماما ميدو ارجع كده من وهو في بيني سبورتس وشوفه وهو بر مصر بيحاول يوصى الرسالة عن النادي الآهلي انسى قصة بالنسبة لي محسومة خلصامة دايما بيودي الرسالة اللي زادي اللي تاخد منصورة النادي الآهلي ما تزودوش وقصة أصل الهزار أصل الأكاونت كان متحكر قصة أنا ما كانش قصدي قصة أنا ما شفتش قصة أنا مش عارف إيه كلام ده عيب عيب لأن ما عودش في ستوديو مع ناس تدرك جيدة معنى كلمة القسم وأقول تلات مرات والله العظيم والله العظيم والله العظيم وأرجع وأقول أصلا كنت بهزر يعني يا عم أقرى شوية ولا أفهم شوية ولا أعرف أصول الكلام شوية ما ينفعش أطلع أقسم بالله وأحلف بالله تلات مرات على كلامي وأعد أستدعي وقائع وقول أنا كنت بهزر لا هي دي مش بهزر أنا كنت حاجة تانية كنت حاجة تانية لأن وقع عارف لو جبتها كده في النص خلي بالكو الأهلي كعبه عالي وحظه لما تيجي تلعب وعتلاقي ناس بتتصب وعدت ممكن تفترض حسن الناي إن ما عود أستدعي وقائع وأقول حالات في توقتات مختلفة وأربطها بالكلام ده أجي بعد كده أقول أنا كنت بهزر وأنا بحلف بالله فالكلام يا جماعة ده فكرته أخطر بكتير جدا والناس وقفت عند الكلام عند السحر لا القسم السحر ميده بيردد كلام هو متأثر بيه دايما الإنسان لما يطلع من خلفية ما يكون متأثر بيه لو أنت نشأت في بيئة تؤمن بالمؤامرة حتى تحدث دايما عن المؤامرة ده اسمه رد فعل التأثيري نتيجة البيئة اللي أنت نشأت فيها فإذا كنت أنت كنت مدرب وبطلع معاك شيخ في الأوتوبيس وبطلع معاك سحر وبطلع معاك كده طبيعا حترد الده في كلامك ولكن مش ده اللي يعنيني ما يعنينيش ميده وما يعنينيش الأفكار اللي نشأ فيها ميده وما يعنينيش التجارب اللي مر بيعميده كمدرب وما يعنينيش حاجات كتيرة جدا هو إنما يعنيني النادي الأهل أنت كراجل تخيل لما تروح تقدم نفسك كمحترف في استوديوهات تتدور دلوقتي عن ناس اللي تحقق لها إضافة فتقدم نفسك بتتكلم في السحر والشعوزة والدجل والإصابات والناس اللي تصابت والأعماء أنت بتدي خلفية إيه أنت بتوصل إيه أنت مش قادر تدرك أن أنت لما تروح تقعد في استوديو زي ده النادي الأهلي هو قوتك النعمة رياضية في مصر فلما تيجي تتكلم عليه وعايز تتباهى واصطناس بتنفق أرقام كبيرة جدا والكرة لديها صناعة في تركيز في الأولويات لديها عليها لازم تروح بالأهلي الحتة تانية تقول النادي الأهلي ده اللي لما لعب الليل الحقق كذا النادي الأهلي ده جماعة هو النادي اللي في أسوأ الظروف لما راح تكسل عامل الأندية ومحروم من لعبته الدولية إدري حقق أرقام كبيرة جدا احذروا النادي الأهلي لأنه فريق بجينات البطل احذروا النادي القالي لانه فريق كبير انما تبدأ تستدعي كلامك بالسحر والشعوزة وخدوا بالكوا ان ده بيحصل كذا كذا وحاجات غريبة الصورة دي ميدو ما فرقش فيها شخصه ما فرقش فيها انه يتقال بدا الراجل اللي محترف ولعب في اوروبا وطلع معلق مضحك قبل كده يقول لنا استفيده بخبرات ميدو هي دي خبرات ميدو اللي نستفيد بيها ده اللي انت عايزنا نستفيد بيه يعني انتو بتتكلموا ازاي؟ ما فرقش معاه شكله بس فرق معاه اللي اسامة قال لكم عليه اجندته ما فرقش معاه شكله وفرق معاه شكله لان اي حد في وضع طبيعي حتى لو ما بيحبش النادي الاهلي مش هيروح للحتة دي عشان ما قللش من نفسي وسط الناس اللي عادة جنبي وانا للامانة كنت يعني قلت هل اللي بيقوله ميدو ده بيدرب النادي الاهلي قبل مواجهة الاتحاد وربما ده يسعد البعض تواصل معايا والله العظيم اصدقاء كتير جدا من السعودية وناس كتير جدا تعمل في المجال اعلامي وللامانة انا ما كنت شوفت رد كابتن محمد نور الناس يا جماعة ردت بكلام محترم عن النادي الاهلي تخيل انت تطلع الناس تبصلك ايه اللي انت بتقوله ده ايه المستوى ده انت كابتن ميدو لما كنت مدرب وبتلعب النادي الاهلي في الدورة الربعية لما الدوري كان بيحسن بدورة ربعية وكان معانا سموحة وكان معانا الزمالك النادي الاهلي راح يلعبك بالفريق ده بالفريق ده طبعا كله الاحترام لكل اللاعبين ولكن وقتها كان عندك غيابات كبيرة جدا كنت بتلعب بشريف اكرامي احمد عادل مصعد عوض كابتن ساعد سمير محمد نجيب كابتن احمد فتحي صبر رحيل احمد شديد ايناوي الشبراوي تريزيجيه احمد نبيل منجا مسايدان كريم بامبو رمضان صبحي محمد حسن خط اليجوم عمر جمال واحمد رقوف استاذ حمدي كل اللي احترام لهم كان عندك غيابات عماد مدعب جده وليد سليمان عبدالله السعيد هو ده الحظ ده الاصابات اللي بتتعامل بحاجات غريبة لها كابتن ميدو واعتقد انت اللي كنت مفترض تبقى فاكره هي رسالتك للعبتك لان هي مش نتيجة السحر لنتيجة الهزائم المتتالية لما كنت بتقول انك كنت بتعالج اللاعبين نفسيا قبل مواجهة الاهلي نسمعه كنت بتقولي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة